السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة المحترف للشروحات مرحبا بكم من جديد في قناة المحترف للشروحات درس اليوم سوف أتكلم فيه عن طريقة إنشاء الجداول على برنامج الإكسل وطريقة تنسيقها أولا قبل أن أبدأ الشرح سوف أتكلم عن الأساسيات التي تحتاجها لإنشاء الجداول على برنامج الإكسل أول شيء يجب أن تعرف كيف تكتب كتابة حرة متوسطة في الأماكن التي ترغبها مثل هذه الكتابة يعني الجمهورة الجزائية الديمقراطية هنا لو تشاهد متوسطة هذه الكتابة بدون جدول ثاني شيء يجب أن تعرف كيف تقسيم الخلايا لو تشاهد معي هنا تاريخ الميلاد تحتوي على خالية 2، 3، 4 خلايا يعني كيف استطعت أن أكتب هذه الكتابة هنا حيث أحتاج إلى كتابة تاريخ الميلاد وتاريخ الميلاد سوف ينقص بالطبع إلى الشهر والسنة يعني لهذا أحتاج أن تملأ هذه الخالية لأربع خلايا كيف يعني قمت بالدمج وتوسط هذه الخالية ثالث شيء هي تلوين طبعا تلوين المناطق التي ترغب في تلوينها رابع شيء كيف سوف تكتب هذه الأرقام بشكل يعني متواصل من رقم مثلا واحد إلى عشر تحتاجه وخامس شيء كيف يعني إذا أخطأت كيف تقوم بمعالجة ذلك الخطأ نبدأ الشرح على بركة الله أول شيء أحتاج إلى كتابة مثلا هذه الجملة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ووزارة التعليم العالي عندما تفتح يعني ملف جديد أكتب هنا عادي وزارة التربية الوطنية في A1 وكلية مثلا الحقوق في A2 وجامعة الجزائر أنا سوف أقوم في محو هذه الكتابة لأقوم يعني بنسخ ما كتبته هنا هنا أحتاج إلى كتابة جامعة الجزائر كلية الإعلام ولكني أحتاج إلى كتابتها في رقم 5 ورقم 6 كما تشاهد وتنتهي في C وتنتهي هنا في 6C كيف أفعل هذا؟ سوف أكتب يعني عادي هنا جامعة مثلا جامعة الجزائر كما تشاهد ولكني مثلا أحتاج إلى ثلاث خانات سوف أترك ثلاث خانات هذه وأذهب إلى مثلا للكتابة هنا أنا كاتب تاريخ الميلاد كما تشاهد تاريخ الميلاد سوف أعود وأكتب كلمة هنا تاريخ الميلاد لاحظ معي بأن تاريخ الميلاد هنا أحتاج فيه إلى يعني هنا D والأ وأحتاج فيه إلى خمسة وستة لهذا أحتاج إلى أربع خلايا لهذا سوف أقفز مباشرة وأترك يعني خاليتان خالية ثنين وهنا سوف أكتب المعدل المعدل والمعدل أحتاج هنا لأكتب معدل سنوي ومعدل الثانوي هنا تحت جامعة الجزائر طبعا في المثال السابق أحتاج لكتابة الرقم والاسم وهذا سوف أكتبهم بشكل عادي جدا هنا سوف أكتب مثلا رقم الطالب هنا اسم أو ترتيب الطالب والاسم الطالب وهنا اللقب الخاص بالطالب وهنا تاريخ الميلاد أحتاج طبعا لكتابة السنة والشهر المعدل هنا أحتاج لكتابة المعدل السنوي والمعدل الشهري طبعا هذا الآن سوف أريك يعني كيفية تقسيم الخلايا ولكن سوف أتكلم فيها لاحقا الرقم هنا أستطيع أن أكتب رقم واحد عندما أكتب رقم واحد يجب علي أن أضغط على زر الكنترول سوف أريك الطريقة يعني هذا زر الكنترول مع زر الفأرة الأيسر وتأتي إلى أسفل الخالية زر الكنترول وزر الفأرة الأيسر لو تلاحظ الآن عندك هذا الرمز البلوس أصبح فيه اثنين بلوس لو أترك الكنترول يصبح بلوس واحد عندما يصبح اثنين بلوس قم بالسحب قم بالسحب فيتولد معك الأرقام كما تشاهد من بالترتيب من واحد إلى اثنين هذا فيما يخص يعني الرقام الآن فيما يخص كيفية أنا أريد أن أجعل هذه الكتابة داخل الجدول سوف أقوم يعني بتضليل كل هذه الكتابة من هنا أحتاجها وأقوم بالذهاب إلى الصفحة الرئيسية عندما أذهب إلى الصفحة الرئيسية هنا عندي هذه الأيقونة سأضغط عليها هذا السام الصغير ثم هنا سوف أضيف إلى كافة الحدود بحيث يصبح هذه داخل جدول كما تشاهد معي هنا أحتاج إلى هذه الكتابة كلها داخل الجدول كما تشاهد معي الآن هنا يعني شيء غير منسق كما تلاحظ معي جامعة الجزائر ثم عندي هنا فراغ فراغ ثم تاريخ الميلاد فراغ 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 فأفعل وأجعل داخل كل هذه الخلايا الأربعة سوف أختار الخلايا الأربعة ثم أذهب إلى هنا إلى الدمج والتوسيد كما تشاهد معي دمج وتوسيد وأضغط عليها بحيث تذهب معي كل تلك الخلايا وتبقى كلمة جامعة الجزائر هي يعني في داخل خلية واحدة كأني جاهلت تلك أربع خلايا في خلية واحدة الآن يبقى معي توسيط هذه الكلمة يعني جعلها في الوسط سوف أضغط هنا في الأعلى يعني أنا الآن في الصفحة الرئيسية ثم هنا أجعلها هنا بحيث تكون جامعة الجزائر كما تشاهد معي سيدي العزيز موجودة في هذه الخانة بدون أي يعني مشكلة الآن يبقى معي تاريخ الميلاد سوف أكرر نفس العملية وضلل المناطق التي أرغب في تضليلها يعني ثم أذهب إلى الدمج والتوسيد وأضغط هنا ثم أضغط على هذه الأيقونة بحيث يصبح الكتابة في الوسط ونفس الشيء في المعدل سأضغط هنا دمج وتوسيد وأجعلها في الأعلى كما تشاهد معي هكذا قد قمت يعني بدمج الخلايا مع بعضها الآن يبقى عندي التلوين طبعا التلوين أنت حر فيه يعني تستطيع أن تقوم مثلا تختيار هذه المنطقة وتلوينها يعني هنا عند ذهاب للصفحة الرئيسية سوف ألوينها بهذا اللون مثلا والأرقام سوف ألوينها بلون آخر مثلا سألوينها بلون يعني مثلا بهذا اللون الأصفر هذا يعني فيما يخص الجدول يبقى معي هذه الكتابة كيف سوف أفعل يعني سوف أقوم باختيار من هنا من آ إلى جي حيث ينتهي هذا الجدول وسأقوم بنفس طريقة دمج وتوسيد بهذه الطريقة سوف يقوم بدمج وتوسيد هذه الكتابة نفس المشكلة مع كلية الحقوق سوف أختار كلية الحقوق من هنا وأقوم يعني بجلبها إلى هنا أو للعودة دائما نضغط على كونترول زاد أو يعني قوم باختيارها وجعلها في المكان الذي ترغب فيه كما تشاهد معي الآن لو نشاهد يعني هذا الملف عند الطباعة سوف أذهب إلى الطباعة سوف تشاهد هنا مثلا مكتوب وزارة التربية الوطنية كلية الحقوق والجدول يعني بشكل مناسق يبقى معي هذا الأصفر سوف أقوم بحذفه تبقى معي هذه الخليتين اثنين سوف أقوم أيضا بمحوية سوف أعود هذا فيما يخص يعني هنا يعني سوف أقوم بهذا التلوين اللون الأبيض إلى هذه المنطقة يعني سوف أقوم بتلوين باللون الأبيض بحيث وهنا سوف أقوم بالتخلص من هذه المشكلة وبذلك عند ضغط على دمجة وتوسط فتذهب معي تلك الخانة الآن مثلا أخطأت مثلا أريد أن أضيف خانة قبل هذه الخانة أو يعني سوف أضغط هنا على الخانة التي أرغب في كتابة أعلى أضغط بزر فأرة الأيمن آآ بزر فأرة الأيمن وهنا عندي كلمة إدراج سوف أضغط على كلمة الإدراج وهنا تشاهد معي إزاحة الخالية للياسار أو إزاحة الخالية للأسفل سوف أنا أقوم بإزاحة الخالية للأسفل كما تشاهد معي فهي يصبح هذه الخالية آآ هي للأسفل والخالية التي أعلىها أستطيع أن أكتب فيها شيء آخر هذا إذا أخطأ طبعا آآ دائما ضغط على كونترول زاد للعودة بحيث تستطيع أن تكتب في آآ يعني للعودة من جديد هذا كل ما يتعلق بالجداول داخل برنامج الإكسل طبعا سوف أقوم بشرح آآ برنامج الإكسل من الصفر إلى الاحتراف في دروس لاحقة كل ما عليك أن تدخل إلى قناة المحترف للشروحات والاشتراك في قناتي آآ وضغط على قوائم تشغيل وستجد قائمة تشغيل باسم آآ شرح برنامج الإكسل من الصفر إلى الاحتراف هذا كل شيء السلام عليكم ورحمة الله تعالى